بتلنا انك انت ابتديت كوميدي. اه. اه رمضان اللي فات عملت مسلسل مع اه فنان هنيدي. اه. كان كضيف شرف اه كضيف في المسلسل. كان تجربتك معاه ده كان اول تجربة معاه ولا? اه اول تجربة مع محمد هنيدي وساعدت بها جدا. يعني كان انا اصلا محمد محمد ايه كان ومسك. في رسمة اتسامة جميلة اترسمت دلوقتي على وشك. اه لان محمد هنيدي على فكرة انا بالنسبة له اختراع. انا اكتشاف هو كبني ادم كمان جميل قوي. يعني اكتشفته انا في باريس بقى. اه بني ادم اه هو ده اللي يعني اللي عارف اللي هو ربنا يبارك فيه. ربنا مبارك فيه هو جميل. اه بلس هو انه هو في الشخصية دي انا بحبها. انا بحب اقوه في الشخصية حتى اولته اطوعها فكرة. انا جعلش انا شوفك في المسلسل ده بتعمل ايه. لأنا اصلا ريفي. انا من ريف. فانعارف يعني ايه الكاركتر بتاع الريف. محمد هنيدي اعتقد انه هو من اهم ما قدمه كاركتر الريفي في الخماشرة سبتاشرة سالة اللي فعله دول. مم. كله كان بيعمل بيشتكى قدم الكاركتر ده في البعيد. مم. لأ محمد داخل فيه قوي. عشان كده ما سأقولك على حاجة. وانا في القاهرة انا ما كنتش اسمع عن الناس بيتكلمه ويقوله تعارف انت طبعا اياه عمليت دعاية تكونوا عحب بيعمل دعاية للمسلسله. مم. فكنت ماشا انا في القاهرة ما اتلاقيه بتكلمه على مسلسلات تانية. وبحلش بيجي بسرة مسلسل مبروك كتير. مم. طيب. سفرت المنصور عشان نازم بروحي لرمضان هناك. انا عاز اقولك مفيش قارية عدت عليها على الناس قريبية او او كل الاماكن عشان الامارات الكلها رفية بيستنوا مسلسل يحمد هيدي زي مسلسل حافظة مكنسوه. طبعا. طبعا. اه فانا بقولك يعني ان هو. برايبين. يعني هم مش مصدقينه مش مصدقينه مش هيب اكيد. اولا انا هو ده مخفيف جدا حتى في الحياة. اه. وكان كان شايفني بعمل كوميدي كانت مفاجأة بالنسباله. ان انا بتكلم فلاحي. ان انا بتكلم فلاح كويس يعني. حتى سامح عبدالعزي قال لده انت كنت اكون الفلاحي اللي في المسلسل يعني من كتب انت. اه واقول ده الفات على الهوى وبقى الناس ما علينا عليه حتى هو تدوره حبارة عن ست مشاهد كضيف شرف. تمام. فهلقيت لو ساد سامح عبدالعزيز بيتكلمين احمد. قلتوا انا مش بطل في المسلسل ده نظيف. ان انا جاي كده في قل وص. جميل. اه في انت عاملو. اه. لازم الناس تعرف ان انت بتعرف تعمل ده. فقلتولي اوكي بدان ده الغرض يعني خلاص اوكي. وفعلا بقيت الناس مستنيين كايلوهم ان انا عامل بطولة في المسلسل. رغم انه واقف يعني هما ست سبع مشاهد يعني. مصلحة الفننة احمد وفيك وانت طيب عيد سعيد يا رب عليك على كل اسرتك. سلم لنا عن يومبقى اول ما توصلوا على خويتك. ان شاء الله انت طيب. انت طيب. انت طيب. انت طيب. مبسطين جدا انك انت معانا وانتمنى كنا ان نستمر معاك في الاعمال بتاعتك نقعد نتكلم فيها كده. مستمتعين بيك والله. الله يخليك على الشرف. ان شاء الله نتطلع بقى انت نقعد على الكافية بعدلكم. كنا نتكلم. سنة وانت طيب متقولش لحمة كتير. اللعم انا خلاص. لعمش هاكم لحمة كتير كل سنة طيبين وفي جمهارنا كله طيب بإذن الله. مشاهدين فاصل سريع ورجعين حالا وكل سنة وانت طيبين.